قالت وزارة دفاع الكورية الجنوبية أن قواتها ستجري مع القوات الأمريكية أكبر منورات بذخيرة الحية لهما على الإطلاق في يونيو المقبل في استعراض للقوة أمام كوريا الشمالية والتي زادت من حدة توتر بإطلاقها العديد من الصواريخ تعد تلك تدريبات جزءا من سلسلة من الفعاليات التي ستقام لحياء الذكرى السبعين لتحالف ما بين البلدين هذا العام وفي سياق متصل رست السفينة يو اس اس مكين آيلند في ميناء في كوريا الجنوبية وذلك قبيل التدريبات البرمائية المشتركة والمزمع إجراؤها ما بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية